أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة التقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل الإعدادات الخاصة بالبيوس والإقلاع بلابتوب الأسوس اللي بين إيدينا رقم الموديل X540S أو X540SA-XX331 خليكم معنا بهذا الفيديو للدخول للبيوس الخاصة بلابتوب الأسوس اللي بين إيدينا وجميع لابتوبات الأسوس الطريقة بسيطة وعلى الشكل التالي بالبداية منقوم بتجهيل اللابتوب ومن ثم بالضغط المتكرر أو الثابت على زر السكيب مثل ما أنا شايفين ظهرت عنديها القائمة هي بداخلها آخر خيار اسمه Enter Setup عن طريق النزول بالأسهم بدخول على البيوس الواجهة الأولية للبيوس مثل ما أنا شايفين فيها التاريخ والوقت ومواصفات الجهاز بشكل عام عندي بهذا المكان التنقلات وطريقة التغيير موجودة بهذا المكان اللي هي عبارة عن الأسهم زائد نائص الانتر وما إلى هناك لتغيير هاي الأرقام فمثلا زر الانتر بنقلني بين الخانات فمثلا عندي التاريخ والوقت إذا بدي عدل فيه عندي الشيفت مع الزائد برفع الأرقام نائص لوحدة بنزل الأرقام تمام يا شباب وعندي زر الصعود والنزول بنتقل للأسطور اللي تحت بنتقل عن تبويب الأدفانسد أول خيار لعمل أبديت للبيوس الخيارين اللي بعدل منهم بخليهم بحالة الانابل وعندي خيار الانتل AES بخليه بحالة الانابل عندي خيار لجرافيك كونفجيور بدخل عليه وبرفعه لـ 512 اميجا هو الديفولت بيكون 32 او 64 ميجا أما بالنسبة لخيار الساتا كونفجيور بدخل عليه وبيارجيني الهاردات المتصلة كذلك الأمر نظام الاتصال هو الـ AHCI أكيد بخليه مثل ما هي لأنه ما في غير هذا الخيار منلاحظ أنه أنا مركب هاردين داخل هذا الجهاز عبيعطيني 256 جيجا والـ 500 جيجا وعندي آخر خيار الـ USB كونفجيوريشن بدخل عليه وبيخلي جميع الخيارات بحالة انابل اللي هي الـ Logistics Support USB كذلك الأمر الخيار اللي تحتل منه ومنلاحظ أنه موجودة عندي الفلاش ميموري المتصلة بالجهاز وخليتها بحالة الـ Hard Disk أنه يقرأها بحالة Hard Disk لحتى ثبت عن طريقة الـ Windows بنتقل عند صفحة البط وعندي Launch CSM بخليه بحالة انابل صراحة يا شباب مواصفات الجهاز ضعيفة جدا ما خرج أنه خليه بحالة UEFI بالتالي لما بدك تحرق نسخة Windows على فلاشة انتبه كثير منيح لأنك تحرقها بنظام Logistics بهذا المكان يا شباب يمكنني ارفع الفلاشة للأعلى أو الـ Hard Disk للأعلى فمثلا الخيار الأول يضغط على الزر الإنتر ويقول له خذ الـ Hard بالبداية أنه يأقلع دائما بشكل دائم طيب يمكنني كذلك الأمر اختاره لأخذ الفلاشة لأنه يثبت عن طريقة الـ Windows طبعا هذا الخيار يتثبت ويصير بشكل دائم يأقلع أول شي عن طريق هاي الفلاش ميموري طبعا أنا هلأ رح خلي الـ Hard هو اللي يأقلع بشكل دائم Hard SSD 250 طيب إذا عندي هارد تاني مثل ما أنا عامل بهذا الجهاز ومركب هاردين بداخله كيف فيني يخلي الـ Hard التاني يأقلع الـ 500 في عندي خيار Hard Drive بفوت عليه وبهذا المكان موجودة عندي جميع الـ Hardات فمثلا إذا اخترت من هون هارد الـ 500 تمام اللي هو التوشيبة رح يصير يظهر عندي بالمكان هون هارد التوشيبة هو اللي يأقلع بالبداية لذلك أنا بحاجة فقط لهارد الـ SSD اللي هو يأقلع بالبداية فقط لأنه هو الأسرع عندي بنتقل عن التبويب السيكوريتي واللي بداخله فيك توضع باسورد على البيوس أو على الهارد قبل الإقلاع والوصول إلى الويندوز أما بالنسبة لآخر خيار اللي هو سيكيوريتي بوت مينيو منلاحظ أني أنا وضعته بحالة الديسابل وضعته بحالة الديسابل لحتى استفيد من الإقلاع عن طريق الفلاش ميموري إن كان بقرص الإقلاع الخاص بالصيانة DLC بوت أو لتثبيت الويندوز وأخيرا عندي خيار سيف بداخل هذا الخيار عندي أول شي الخروج مع الحفظ عندي الخيار اللي بعدل منه الخروج دون الحفظ كذلك الأمر عندي الحفظ ضمن البيوس دون الخروج منها أو عدم تعديل أي شي مع البقاء ضمن البيوس آخر خيار عندي هون الريستور ديفولت إنه أعمل ضبط مصنع للبيوس بشكل عام واستعادة الخيارات الافتراضية وبالإمكان الضغط على زر الـ F10 مباشرة ليعطيني خيار الحفظ مع الخروج وإعادة التشغيل طيب شباب في حال أنا ما بدي فوت على البيوس وبيدي أقلع عن طريق الفلاشة مباشرة دون التعديلات هي كلياتها الأمر بسيط جدا بوضع الفلاشة بمدخل الـ USB ومن ثم بشغل الجهاز من أول وجديد وبضغط على زر السكيب أو بشغل الجهاز عن طريق زر البور وبالضغط المتكرر على زر السكيب بيطالع لي قائمة البوت مينيو الخاصة بلابتوب الأسوس وفي ملاحظة مهمة يا شباب جميع لابتوبات الأسوس عن طريق زر اللي سكيب بيعطيني قائمة البوت مينيو الخاصة فيها اللي فيني من هذا المكان بشكل مباشر اختار الفلاشة وأقلع عن طريقة وثبت ويندوز أو أصلح الهارد وما إلى هونالك طبعا منلاحظ أنه هي عم تأقلع بنظام اللوجيسي وكذلك الأمر بنظام UEFI شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية ترجمة نانسي قنقر